السلام عليكم مرحبا بكم على قناة باتيس حنان في هذا الفيديو ان شاء الله سنشارك معكم كيكا صحية سنحضرها بدون سكر وكذلك بدون زيت كيكا اللي كتجي هشيشة وكتجي خفيفة وغادي تكون بالمذاق اللوز ومظهر المذاق المغربي الاصيل غني عن التعريف فتابوا معي الفيديو حتى الاخير لمعرفة المقادير وطريقة التحضير ولكن انتم اول مرة كتشوفوا القناة وعجبكم المحتوى فما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات وغادي نبدو على بركة الله بتحضير هاد الوصفة اول حاجة غادي ناخد كاس ديال الخلاط الكهربائي غادي ندير فيه ربعات الحباس ديال البيض وغادي نزيد كاس العروب تمر اللي قطعته قطع رقيقة اذا كان عندكم تمر اللي ارتب ما تحتاجش عنكم تقطعه وغادي نزيد هنا اياه مع القاة صغيرة ديال العسل بما انني استعملت كاس لاروب فقط ديال التمر غادي نسم هنا اياه بمظهر فغادي نزيد اه تقريباً قياس ربعات المعالق ديال المظهر ممكن كذلك تزيدوا نكهة ديال الفانيلا انا هنا اكتفت فقط بالنكهة ديال المظهر فاخديت هاد المكونات كلها وطحنتها مزيان حتى كنت نساجم العناصر وطحن لنا التمر غادي نخوي هاد المكونات كلها في بول وغادي نزيد المكونات اللي باقالية هنا عندي خمسين جرام ديال الزبدة قياس جوج معالق تقريباً فانيا ما غاديش نستعملوا الزيت فقط غاستعملوا جوج معالق فقط من الزبدة زبدة اللي تكون حيوانية طبعاً انا اخديتها دوبتها وزيتها الخليط ما تكونش سخونة بزيف وعندي هنا اياه كاس ديال بودرة ديال اللوز قياس ثمانين جرام غادي نخلط اللوز مع المكونات الأخرى وغادي احتكي نساجموا بزيال كيف ما قلت لكم فهذه الكيكة غتكون بالنكهة ديال اللوز وديال مزهر فهذه الكيكة كتكون صحية وكتكون مغدية كذلك يعني انا مستعملين فيها اللوز تمار العسل فها كتكون صحية ومغدية هنا هيا زيت معلقة صغيرة بيكاربونات سوديوم اللي فعلتها بمعلقة كبيرة ديال الخل وضفتها الخالط وغادي نبدن نزيد هنايا اه 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 اخديت هنايا كاس ديال دقيق الفارينة اللي كتكون مغربلة ديال الدقيق الفارينة هنا هيا في الاول زيت نصف كاس كنزيد تدريجيا يعني حسب الكيمية ديال السوائل وحسب الحجم ديال البيض اللي مستعملين فهنا يا انا كفاني كاس واحد لزيت ديال دقيق ديال الفارينة يعني الكيكة اخذت معايا كاس ديال بدرة اللوز او لدقيق اللوز وكاس ديال دقيق ديال الفارينة فنحن نخلطه مزيان حتى ينساجم كيف ما كنتشوفوا معي الخالط يكون بهذا القوام طفي هنا من بعد مما خلطته مزيان ناخد القالب اما ناخده المول اللي ندهنه بالزبدة ونرشوه بالتقيق او نغلفه كيف ما دي تشوفوا معي هنا اغلفته بالورق الطبخ ونفرغ هاد الخالط بالنسبة لهاد المول الكمية اللي استعملنا ديال الخالط فالمول في 22 سنتيمتر على 22 كيجي لقياس ديال كيكا ما كتجيش رقيقة بزاف وما كتجيش عالية بزاف يعني كيجي القياس هو هاداك فهنا من بعد مما كنفرغ الخالط في المول كنخلي المول على جنب وكنشعل الفران على 180 درجة كنخليه حتى كيسخون مدة 15 حتى 20 دقيقة عاد كندخل الكيك الفران بالنسبة لي انا هذه الطريقة اللي كنطيب بها فما كندخلوش مباشرة الفران كنخليه كيرتاح مدة 20 دقيقة عاد كندخله الفران كنطيبه من الاسفل فقط على 180 درجة انا طيبته بالمروحة وهنا من بعد مما خرجته من الفران كيكون بهذه الشكل كيكون كتكون هاداك الكيكا خفيفة احنا غادي نديمو لها وغادي نحطها في سحن التقديم طيب هنا غادي نحييد ورق الطبخ وغادي نحطها في سحن التقديم باش ندوزوا لمرحلة التزيين هنا اخذت العسل وادهنت الوجه دي الكيكا بالعسل طيب هنا من بعد مدهنتها فغادي ناخد اللوز اللي حمرته وهرمشته يعني ما خليجوا شوية غليد اللوز محمر ومهرمش غادي نزيين بهم الفوق فهنا كيبقى لكم الاختيار التزيين كيكون حسب الرغبة وكذلك حسب المتوفر ممكن تزيينه غير بالكوكب بما انها الكيكا دي اللوز فعنا زيينتها هنا باللوز باش تكون يكون المضاق دي اللوز حاضر بقوة طيب هنا من بعد مزيينتها كتكون بهذا الشكل هنها غادي نقطع معاكم الكيكا باش شوفوا القوام ديالها كيفاش كتجي من الداخل كيكون هدو الشكل ديالكيكا من الداخل كتشوفوا كيفاش كتجي مهوية وخفيفة غادي نحاول نقطع معاكم باش نقربكم اكتر من القوام ديال الكيكا كيفما قلت لكم كيكا اللي كتكون صحية ومغدية كذلك وكتكون ناجحة فكتكون يعني ما مستعملينش فيها كمية كبيرة من الدقيق مما اننا استعملنا الدقيق ديال اللوز فكيفما كتشوفوا معايا كتجي خفيفة وكتقطع بسهولة وكتجي هشة من الداخل كتكون بهذا الشكل نتمنى ان وصفة اليوم تكون نالت اعجابكم إلا أعجبكم محتوى القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات وإلا أعجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني بالضغط على زر الإعجاب كانت هذه وصفة اليوم شكرا على المتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله